المعلومات اللي أنا وصلت لها بتؤكد أن راس التعبان الثهابية موجودة عند قبائل الكوشو في أفريقيا إيه اللي هو ده يا أفريقيا يا دكتور في سنة 1198 كان الأسري ماكس تيلور بيعمل حفريات في مطيقة الفيوف لكن فجأة اختفى هو وأفراد البعثة وما حدش أعرف عنهم حاجة لغاية ما ظهر المزاعد بتاعه جول لستر في لندن بعد اختفاء البعثة بأربع سنين وحكى حكاية غريبة جدا قال إنهم بعد الفيوم اتجهوا للجنوب وتاهوا في غابات أفريقيا لغاية ما وقعوا في يدين قبائل الكوشو آكيلي للحوم البشر لكن اللي نجى جول لستر إنه كان شايل معاه راس التعبان الثهابية واعتبر الحكاية دي ساحل القبيلة مهمة جدا بالنسبة لهم لأنهم كانوا بيعودوا بتعبين واعتبروا إن جول لستر ده مبعوث الآلهة فأكرموه على الآخر وجوزوه كل نساء القبيلة لغاية ما يدر يهرب منهم ووصل للندن معنى كده إيه دكتور؟ معنى كده إنه نسافر أفريقيا أفريقيا؟ أفريقيا فيه ناس بيأكلوا لحوم بني أدمين هم كانوا بيأكلوا لحوم البني أدمين المستعمرين اللي كانوا بيأخدوهم يستضوهم ويودوهم أمريكا علشان يستفيدوا بقدراتهم ما تنساش اللي بان الجنوبي لأمريكو كله هم لأفرق طيب إيفرد دكتور إيفرد ما تقلاش مش هيعملون حاجة مدام مش هتشير سلاح ولا هنحاول نقدمه نحن لا نقتل دكتور نحن لا نقتل اه 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 ايه صرحتي فيه؟ بفاكر هلبس ايه في أفريق اه ها 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 اوغلي 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 يا ملموزيل اتولدت فين؟ من هنا يفن اوغلي لا تلوس ماء النهر يا اوغلي 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 اه 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 كنت هتزروت الدنيا وكل اللي عملناه لروح نفسي جبت انا لا ألوس ماء النهر الموقف صحب هيفلت بني يا سكتور طيب هاتلي وحياتك ازاي سنبيت احبان شابتك عمر الخيام ولا طلياني عاوزها فاضيك فاضيك اه موسيقى موسيقى ال ‑‑ مليوني رطوبة اخر allied ما ينمشي كده كتير كتير قليل مش هو ده المهم المهم انه كل واحد فينا يحط في دماغه ألف عين لا يطلعينا حاجة كده ولا كده يطلعيه حاجة كده ولا كده يطلعينا عصفور كناريا بولبول حيران دي أفريقيا عمه أغلي كلم جدق يا دكتور حاضر كلم جدق يطلعينا نمر طولك ما تهزرش خلاص كليها نمس زي الأفنين يوم أخذوا هزي الأفلام اتفضلوا تعالى صارمت انت غابي مش افهم تعالى افهم صارمت انا سألت ع الدكتور عبرافع اللي معهم عرفت من سافر كينيا فكرت انا افهم اشتكرت على طول البلوفيسير ماكس تيلور والمساعب بتاعه ريستور اللي حكى عن حكاية رأس التعبان في أفريقا برضو مش فهم برضو غابي مش افهم راح احضر رأس تعبان زهبي آه فهمت فهمت طب هم استنين دي مستنين ويزه وراغم اشتركوا في القناة 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 حدي يشرب حاجه ساعا ساعا قصدك حاجه موال لعف ده اخرج الله دي ساعا حقيقيا اما مجنون بجاد انا فعلا مجنون مجنون بيجي ما هو المسأل بيقول لحبتك حية اتطوع بيك حية يعني انا حية ويارتني اتطوع موسيقى 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 يلا يا جماعة تفضلوا الاكل الجاهز طب زودي الملح شوية على شم ما تضربناش بكرة موسيقى الشمس ضربة شمس موسيقى صحيح زمان كانوا بيأكلوا بنيا دمين دكتور عبداللهفة ليه ما بيتكلموش مخافش مش هيأكلوك انت ما بيحبوش العواجيز موسيقى بس فيه سحر اسود في افريقيا اه وفيه الوان تانية كمان تلعيهم دلوقتي بيتفرجوا على التلحزيون وبشربوا كولة وبيرقصوا لنبادة بيقولوك ايه يلا كله هينام بدري علشان بكرة هتحرك بامة شديدة جدا لا بقى انا خلاص مش قادرة رجليا ورمت وتسلخت ما تلقيش بكرة هركبك باخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة